إيس بوتن الذي تحدث عن الجزائر باعتبارها شريك قوي وأن سياستها المتوازنة في المنطقة هي سياسة جيدة اليوم الخارجية الأمريكية وصفت الجزائر أيضا بأنها شريك قوي لواشنطن من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة وزير الخارجية رمطل العمامرة يكمل نشاطاته المكثفة في أروقة الأمم المتحدة بينها اللقاء الذي كان اليوم لقاء الوسطات والذي تم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة والخارجية الأمريكية بالعودة إلى هذا الموضوع نشرت تغريدة عقب لقاء بين وزير الخارجية رمطل العمامرة ومساعدة وزير الخارجية لشؤون شرق الأدنى السفيرة باربرا ليف بنيويورك قالت فيه الخارجية أن الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة يحدث ذلك في ظل هذه الصور التي نشاهدها الآن وهذا التحرك المريب لأجهزة الاستخبارات في المنطقة حيث استقبل المدير العام للأمن الوطني أو هكذا يسمى مدير المخابرات المغربية عبداللطيف حموشي هاينز أفريل وهي مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية بلاغ تم نشره على صفحة المدير العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب على الفيسبوك قال أن هذا الاستقبال يأتي كتتويج وتنزيل لمخرجات لقاء الثنائر في المستوى الذي سبق أنجمع عبداللطيف حموشي بالمسؤولة الأولى عن تجمع أجهزة الاستخبارات الوطنية الأمريكية وهذا على هامل زيارته إلى أمريكا يحدث هذا أيضا بعدما كان استقبل الحموشي نفسه يوم الخميس الماضي مديرة الاستخبارات الإسبانية حيث بحث كل من المغرب وإسبانيا تعزيز وتطوير التعاون الأمني فضلا عن مستوى الجاهزية والفعالية التي تتطلبها موجبات حماية الأمن المشترك هذا طبعا كل كلام رسمي في رسمي ولكن البعض يقول بأن الحموشي نفسه يريد إعادة تأهيل نفسه والمخابرات